متوقع النهاردة نشوف طريقة لعب مشابهة للي شفناه المرش اللي فات ولا حيكون فيه فنيات مختلفة كمان مع غياب صلاح يعني المنتخب هيتأثر بدا ازاي وفي حديث عن رجوع الشناوي المسحة سلبية يعني طب مننا كده على الإصابات اللي كانت موجودة كان عندنا غيابات كتيرة سلوية برضو رجع من الإصابة لسه مش في يعني فورميتو يعني للعب فطب مننا كده النهاردة الشكل ممكن يكون عامل بالنسبة للإصابات طبعا عندنا طبعا عدد كبير من الإصابات محمد صلاح، محمد النني، محمود حسن ترزيجي، أحمد حجازي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم فبالتالي أحمد فتوح عندنا إنصابات كتيرة جدا الوحيد اللي رجع من الإصابة هو محمد الشناوي واعتقد بشكل كبير هايب بحارس مصر الأساسي من هاردة في المباراة أمام أسيوبيا ولكن بقيت التيم موجود إيهاب جلال طبعا قبل السفر ضم باهر المحمد وإحمد رفعت إن هو يدعم صصوفه اللي عنده عدد من الغيابات عدد كبير جدا سواء في خط الدفاع أو في خط الهجوم دي بالنسبة للغيابات هيأثر؟ بطبيعي هيأثر لأنهم كلهم من هجوم كبيرة وكفية إنه يعني على رأسهم النجم محمد صلاح طبعا هيأثر في عدم تواجده مع منتخب مصر ولكن عندنا من الأوراق الربحة اللي تقدر تعود جزء من غياب صلاح أو إنه المباراة دي مش محتاجة إنه يعني وغياب صلاح منه من تواجده في مباراة زي دي حساش شوال صلاح لإنه يعني من الخشونة ومنه طبعا نجم كبير فبالتالي إنه يخاف على محمد صلاح تخاف على محمد صلاح في مباراة زي دي خصوصا إن هي مباراة مش قوية للدرجة وانت لسه بتتكلم في تصفيات يعني مش مباراة يعني في بطولة أفريقيا مثلا أو في تصفيات كاس عالم فبالتالي وده اللي عمل ليفربول كبان قبل مباراة غينيا إنه بعد خطاب الاتحاد وكورة إنه محمد صلاح ما يشاركش في المطشين بتوع غينيا وبتوع أسيوبيا ولكن هو أثر مشارك في المباراة وهو مصاب ده رد على كتير من كلام السوشيال ميديا بتاع الجمهور إنه صلاح مش مركز مع المنتخب وإنه القصص دي كلها فهو حاب يرد في الملعب على محمد صلاح وتم طبعا تكريب محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا دي بالنسبة للغياب محمد صلاح الفنيا ما اعتقدش النهاردة هنختلف كتير عن مطش غينيا خصوص أنت بتلعب برضو خارج الأرض وشايف ده إزاي مسألة إنه المهم نكسب بس ما نلعبش في الوقت حالي إنتي لازم تكسب وده عادي عشان لسه مدير فني جديد طبيعي لأن إهاب جلال عليه ضغوط كبيرة جدا يعني منذ إعلان اتحاد الكورة تولي إهاب جلال المسئولية وتسعة وتسعين في المئة من الجمهور ومن النقاد ومن الإعلام كله انتقاد تام لإهاب جلال فبالتالي إنه يعني إهاب جلال عليه ضغوط كبيرة جدا كمان مع ده إنك سواء يعني اللي قدر له لو اتغلبت من غني أو خرقت بنتيجة سلبية تعادل مثلا أو هزيمة فبالتالي إنه خلاص كان مشروع إهاب جلال ده كله كان انتهى أنا معتقدش إنه حد كان هيقدر يصبر على إهاب جلال خصوصا إنه هو جاي بخلفية الناس كلها بتهجمه الفترات اللي فاتت كيروش كانت فيه ناس معاه وفيه ناس ضد أول متعولة المسئولية حتى قبل كيروش حسام البدري أو فيه ناس بتنتقده ولكن أصدق أيضا كان فيه ناس مع حسام البدري ولكن إهاب جلال زي ما قلتنا حد 99% كله ضد إهاب جلال فبالتالي إنه حتى هو طريقة اللعبة بتاعت إهاب جلال اللي إحنا متعودين عليها والحابين نشوف المنتخب بيها هو تخلى عن طريقة اللعبة بالضبط تخلى عن طريقة اللعبة لأنه أي خسارة مع بداية التجربة أي تعادل أي تعصر هيبقى مشكلة كبيرة جدا في مشوار إهاب جلال فبالتالي إنه هو لعب على النقطة الثانية إننا حتى لو الأداء مش اللي هو ولكن أخرج بالثلاث نقاط من أمام الجينية في أول مباراة وأدر أعمل نتيجة إيجابية في مطش النهاردة أمام إسيوب يخارج الأرض وبتكلمه بدرجة حرارة ورطوبة ممكن تأثر على لعاب المنتخب لو خرج بثلاث نقاط فبالتالي هو متصدر المجموعة بست نقاط عنده فترة كبيرة جدا المطشون التانيين في التصفيات في شهر تسعة فبالتالي يقدر في الفترة دي إنه هو يجهز لعاب المنتخب بالشكل المناسب يقدر يعمل معسكرات عنده مطش يوم 14 يونيو مع كوريا مطش ودي فبالتالي يقدر يجرب طريقة اللعب اللي إحنا كلنا منتظرنا مع إهاب جلال ولكن في الوقت الحالي في مطشون غينيا وأسيوبيا صعب جدا هو يطبق طريقة اللعب بتاعته لإنه أي خسارة هتطيح بإهاب جلال من الجهاز الفني للمنتخب فكان ده أحدث هو زي إهاب جلال زي تنفسه في المؤتمر الصحف التكلم في القصة دي قال إن أنا ما قالش إن أنا مضغوط بشكل كبير وقال إنه الناس محتاجة مكسب فبالتالي لازم أحقق الترجط بتاع المكسب ده أعد غينيا وأعد أسيوب وبعدين أبدأ أفكر في طريقة اللعب الهجومية أو اللعب الهجومية أو